وينضم إلينا من الرباط الأستاذ محمد ديسليكي الكاتب والمحل السياسي أستاذ محمد أهلا بك معنا هل بدأ إذن ترجمة هذا الإنجاز الدبلوماسي لخطوات عملية تحية إلى مشاهدي قناة الغد نعم اليوم يكتب بالأحرف الأولى على التنزيل العملي للاتفاق عودة مكتب الاتصال الإسرائيلي إلى الرباط عقب اتصال صبق أنجراء جلالة المالك في العاشر من ديسمبر الجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه بإعلانين مهمين الأول يتعلق باعتراف الأمريكي بصيدة المغرب على الصحراء والثاني بعودة مكتب الاتصال الإسرائيلي إلى الرباط من أجل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحديدا وبالعودة إلى البلاغ الدوان الملكي وقتها تحدث بشكل واضح عن الإطار المؤثر لهذا الاتفاق وأنه يأتي من أجل دعم كل ما هو اقتصادي وتجاري وبطبيعة الحال ليس على حساب القضية الفلسطينية العلاقات سيكون هناك تعزيز لهذه العلاقات بين البلدين إن كان اقتصادياً تجارياً وأيضاً أمنياً واستخباراتياً طيب أستاذ محمد يعني في ظل كل ما سيحدث وبما تندر المرحلة المقبلة إلى أي مدى يمكن القول فعلاً أن الاقتصاد يصنع السلام؟ بطبيعة الحال اليوم كما تابع الجميع يعني سواء هنا بالرباط أو يعني بأشرق الأوسط أو بأمريكا يعني كل أجمع ربما على أن صفحة أخرى من التاريخ تاريخ السلام يكتب لكن من بوابة الاقتصاد والتعاون التجاري الاتفاق المغربي الإسرائيلي كما قلت يعني حدد إطاره بلاغ الدول الملكي سابقاً أنه مؤثر في إطار كل ما هو اقتصادي وتجاري اليوم ستوقع مجموعة من الاتفاقيات في هذا الإطار التي كما قلت أنها تجسد وتنزل هذا الاتفاق اليوم من خلال زيارة الوفد لاحظنا تركيبات الوفد يتقدمها مستشار الرئيس الأمريكي سيد كوشنر هذه الزيارة يرى فيها مراقبون أنها ستكون ليست ذات آتار إيجابية في الدفع بعجلة السلام في الشرق الأوسط وإنما ستعم فلسطين بشكل خاص على اعتبار أن المغرب تربطه علاقات ربما تقليدية كما يصف البعض مع إسرائيل وخاصة وعلاقات استراتيجية مع أمريكا وهذا التقارب سيكون في خدمة السلام في فلسطين في المرحلة المقبلة نعم للحديث هذا الموضوع لا بد من العودة إلى التراكمات وإلى تاريخ المغرب في هذا الباب المغرب يعني يعد من الدول العربية الإسلامية القليلة التي تتحدى بثيقة جميع الأطراف نتذكر الأدوار الكبيرة التي قضها الملكة الراحلة الحسن الثاني في هذا الإطار والمجهودات التي لعبها من أجل تقريب وجهة نظر وإلى الوصول إلى ما سمي بسلام الشجعان وقتها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم تتويجا أو تكريما لدور الملكة الراحلة الحسن الثاني في الدفع بعجلة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاحظنا أن السيد كوشنر والوفد الإسرائيلي المرافق له أول زيارة قامت بها رسمية إلى أحد المرافق بالمغرب أنه زار ضريح محمد الخامس بالرباط حيث وقف دقيقة الصمت تكريما لروح الملك الراحل الحسن الثاني ولروح الملك الراحل محمد الخامس وكلهما لعبا من مقاهمة أدوارا كبيرة من أجل الدفع بعجلة السلام ومن أجل الحق الجميع في العيش المشترك بالعودة الاستيناف هذه العلاقات بسيد محمد أنا خاصة نعم الملك الراحل محمد الخامس كانت له مكانة كبيرة لدى الجالية اليهودية في إسرائيل طيب سيد محمد بالعودة الآن إلى عودة العلاقات بين المغرب وبين إسرائيل دعنا نقول حكومة أو سياسيا ماذا عن الشعوب؟ كيف تتوقع أن تكون المرحلة المقبلة؟ كيف ستعود العلاقات بين الشعب المغربي وبين الشعب الأسرائيلي؟ علما أن هناك جارية مغربية يهودية كبيرة في إسرائيل أعتقد أن ما يميز المغرب عن باقي الدول التي أعلنت أن ما يسمى بسلام الشجعان الجديد وأي التطبيع مع إسرائيل أن ما يميز المغرب هو أن المغرب له جالية وله امتداد داخل إسرائيل عبر الجالية مغربية كبيرة هذه الجالية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنكر لها لأنها مكون من مكونات الشعب المغربي ومن هوية المغربية وبالعودة إلى الدستور المملكة المغربية نجد أنه يتحدث عن رافض التقافة العبرية وأن اليهود المغربة كان لهم دور وأن المغربة قبل ظهور الإشكال والسرع الفلسطيني الإسرائيلي كان هناك عيش مشترك بين المغربة لقرون من الزمن اليوم في ظل هذه التراكمات التقافية والهويتية والسياسية تأتي هذه العلاقة من جديد لتحيا وتابعنا جميعا كيف كانت ترحيب كبير داخل إسرائيل أو داخل يهود المغربة بالمغرب الذين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة مثل باقي المواطنين المغاربة اليوم هناك كما قلت في البداية صفحة جديدة تكتب من صفحة التاريخ نتمنى أن تتوج بسلام دائم وعادل وقيام الدولتين الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية ودولة فلسطين بعصمتها القرص كما جاء في بلاغات المغرب الرسمي وطمطالب المغرب الشعبي شكرا جزيلا لك من رباط الأستاذ محمد أسليكي الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك شكرا لك